يوم الأم في كتير يعني يجدل عليه حالياً حول أنه هو ممكن ذكرى حلوة نتذكر فيها أمياتنا بهدية وبكلمة حلوة بعمل حلو وبينقوم أنه هو في ناس بيحكوا لك أنه هو بدعة وفي كتير ببالغه بالاحتفال فيه فلازم شوي نتعرف عن هذا الموضوع أكيد رح نتعرف على تفاصيل كيفية الحفاظ على خصوصية هذا اليوم لكن دون أن نسيء ليوم الأم بأعياد أو بمسميات مختلفة الإياجة بلدى ضيفنا في الأستوديو الدكتور حوليفة بدير محاضر في كلية الشريعة في جماعة الوطنية أهلا وسهلا فيك أهلا فيك الله يرضى عليك بداية أن يسمح لي أن أشكركم على الاستضافة أهلا وسهلا بنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد أولا نسمح لي أن أوجه تحية إجلال وأكبار واحترام لكل الأمهات في وطننا الغالي فلسطين الأمهات الفلسطينيات اللواتي قدمنا أبناءهن إما أسرى وإما جرحى وإما شهداء ونستذكر أمهاتنا اللواتي يعني ودعنا أبناءهن في اليومين الماضيين وكل أمهات الشهداء على أرض فلسطين الحبيبة أكيد أضي يصبرهم يا رب على مصاب طبعا هذا اليوم هو يومهم ونحن نقول لهم أننا كلنا أبناءكم وأنتنا أمهاتنا جميعا وكل فلسطيني حر يعتبر كل أم شهيد هي أمه وكل أم أسير هي أمه وكل الاحترام والتقدير لهم على صدر بله هو فخر فخر لألنا ويمكن لو أد ما نضامن معهم في الكلمات إحنا ما نقدر نوقف جنبهم بشعورهم الداخلي وأبنهم في زهر الشباب يوم الأم أولا بداية وصراحة أنا مبسوطة أنه إحنا بلشنا الحديث بأنك أنت اعترفت بأنه هذا يوم للأم آه طبعا أنا أعترف وأخر لأنه في ناس ترفض هذه الفكرة لا أبدا هو أولا ما ليس علاقة بالموضوع الشرعي إحنا نقر ونعترف أننا في الإسلام عندنا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى بالإضافة إلى يوم الجمعة العيد الأسبوعي لكن يوم الأم ليس عيد حتى لا ندخل بالمغالطة الشرعية أيضا أن نعتبر عيد هذا بدعة ومرفوض لكن نعتبر يوم هكذا سميناه يوم الأم يعني العنوان اللي بارعنا على الشاشة ويوم الأم بالضبط كنت أصبتم الحقيقة في هذا الموضوع وهذا يوم سنوي كما عندنا يوم مثلا الاستقلال يوم الأرض يوم الشجرة وغيره من الأيام التي نحتفل بها إما لإعلاء كلمة الله عز وجل من خلال شكر الله عز وجل في هذا اليوم إما من رد الفضل إلى أصحاب الفضل إما من تذكر الأيام الجميلة ربما التي جمعتنا مع أصحاب هذه الذكرى بداية الأم لها مكان عظيم جدا في الإسلام اسمحوا لي فقط بشكل سريع الأم التي ربت والأم التي أنجبت والأم التي أرضعت والأم التي سهرت والأم التي يعني الإسلام اهتم بها اهتمام شديد جدا 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 وقرن طاعة الوالدين بطاعة الله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين بالوالدين إحسانا إما يبلغنا عندك عندي والعندية بمعنى القرب بمعنى الرحمة بمعنى الألفة بمعنى المحبة بمعنى الطاعة بمعنى يعني كل معاني القرب الجسدي والقرب المعنوي والقرب النفسي والقرب حتى الفكري إذا غبت عن أمي فهي تتذكرني وإذا مرط لا يوجد إنسان في الدنيا ربما يشعر بمرضي سوى أمي قلب الأم قلب نابض لا ينبض إلا بالحب يعني حتى إذا يعني غضبت على ابنها تغضب سرعان ما تسامح سرعان ما ترحم سرعان ما تنسى حتى وين أساء لها ابنها نحتفل بهذا اليوم دعوني أستعمل هذه الكلمة نحتفل بأن نتذكر الأمهات العظيمات في تاريخنا الإسلامي نتذكر أمهاتنا أيضا اللواتي سهرنا وعلمنا وربينا وأرضعنا وإلى آخرة لكن في المقابل كل يوم تكون أمك فيه موجودة في الدنيا هو عيد بالضبط يعني حتى بقولك أن الرجال أو أي حدا يعني بكبر لما أمه تتوفى بكبر فجأة بالضبط هو يشعر أنه كبر عندما ماتت أمه وكما ورد في بعض الآثار أنه يعني ماتت التي كنا نرزقها من أجلها فأعمل عملا صالحا نرزقها من أجلها يا الله دكتور حزيفة يعني في عنا يوم الأب في عنا يوم الأم في عنا يوم المرأة في عنا يوم المعلم والطفل يعني أعياده أيام كثيرة ولكن ليش الجدلية بدش أسمي عيد الأم ولكن يوم الأم ليش الجدلية خصوصي بهذا اليوم بتصير هو ما اعتبروا أن بر الوالدين أو بر الأم بالذات بعض الناس للأسف الشديد فهم الموضوع من ناحية سلبية أو ناحية الخطأ أو الذي وضع هذا اليوم وضع هذا اليوم لأنه ربما اعترف أنه مقصر بالأم نحن المسلمون ليس لنا حاجة إلى هذا اليوم أنا كمسلم ليس لي حاجة لأني أعتبر أن بر الوالدين جزء من عقيدتي وجزء من ديني ومن واجب اليومي ومن واجب اليومي نعم لا يمكن أن أنام وأمي ليست راضية عني هذا هو المسلم كل يوم من أيام السنة يجب أن تكون أمي قد رضيت عني الأم يعني لما جاء الرجل جاء تمر إلى النبي عليه السلام وقد أراد زوجها أن يأخذ ابنها منها عندما طلقها فقالت له كان بطني له وحاء وثدي له سقاء يعني كيف تأخذه فقال النبي لها أنت أحق الناس بابنك رفض أن يعطي هذا الولد لأحد غير أمه حتى لو كان أبوه فتكريم الإنسان وإقرار الإنسان للأمومة ولأحقية الأم في ابنها يرفع من هذه المكانة ويجعل الأم أيضا لها الحق في أن نكرمها وفي كل الأيام وليس فقط في يوم الأم طب اللي بيتذرعوا بأنهم ما بدهم يخالفوا عقيدة ربنا وما بدهم يخالفوا الشرع فهم ما بدهم يحتفلوا في هذا اليوم شو بتحكي لهم؟ ويخلوا أمهم عم بتشوف الناس اللي حواليها وأمهات زيرانها عم يحتفلوا فيها في هذا اليوم عم بيجيبوا لها جزء من الهدايا أو الود وهو بيعني ذريعة أنه الإسلام والإيمان أنا ما بدي أحتفل بهذا اليوم طيب أنا بدي أجاوبك على سؤالك بموقف حصل معي مبارح قبل ما تبلغوني أني بدي أطلع عندكم هون روحت عند أمي وأعطيتها هديتها بمناسبة يوم الأم حب أنا ما أعطيتها هديتها اليوم مثلا أنا أعطيتها هديتها مبارح ليش؟ حتى أقول للناس أنه أنا احتفلت بعيد الأم أو بيوم الأم لكن بطريقتي طب في مشكلة أنه إحنا نحتفل في هذا اليوم؟ مش ما في مشكلة لكنه أنا حتى ما أتبع غيري أنا بأتبع نفسي وشعرت أمي أنه هذا الإشي عادي طبيعي جدا ما شعرت أنه شيء مختلف أنا مش واضع أمي في بيت العجزة والمسنين وأذكرتها بهذا اليوم أنا مش عاقلة أمي وأذكرتها بهذا اليوم إما جيت لعند أمي اليوم قلت له سامحيني الأولى فيها أروحي لها يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى يوم الجمعة الأولى فيها كل ما يستطيع عندها مناسبة أروح أركض يعني شوفي أطمر عليها بشكل يوم تصحتها طب اللي بيروح ولي بيروحوا بعيد الفطر ويروحوا بالأعياد الموجودة ويروح بيوم الأم ما في مشكلة التحريم أو أني أقول عيد الأم أو يوم الأم بيدعى يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل على تحريم هذا الشيء كون الأصل عنا بر الوالدين لأنه في ناس بيحكوا أنه حرام ما بصير نحتفل فيه فشرعيا إيش بالضبط الحكم بتخيل لو كان واضح قال ملئيم كلمة عيد منحط كلمة يوم وهو يوم مثل باقي الأيام لكن خصصة بأنه يكون هو يوم كباقي الأيام ليس هناك محظور شرعي في أن أتعامل مع أمي بهذا اليوم بأي مظاهر البر والصلة والود دون إظهار الاحتفال يعني من الشرط أن أجيب مثلا موسيقى أو أجيب مثلا هدايا أو كذا لا لا بأي نوع من نوع مظاهر الاحتفال كلها حسب قدرته كلها حسب قدرته وطاقته الأولى البر والطاعة والصلة هذا أولى شيء وأن أفتح صفحة جديدة ربما تكون هذه المناسبة فرصة لمن عق أمه وأن يفتح صفحة جديدة مع أمه عندما يرى الناس يزورون أمهاتهم في بيوتهم ويحضرون أمهاتهم عندهم إلى بيوتهم ربما تكون له فرصة بأن يغار يتحرك عنده بر الناس لأمه فيبر أمه تقليدا للناس فتكون له فرصة فرصة تقليد إيجابي والإسلام يعني يدعو إلى ذلك الإسلام يدعو في أن نتنافس في البر نتنافس في الصلة نتنافس في الطاعة ولا نخصص هذا اليوم فقط للأم كل يوم كما قلت حتى لا يفهم كلامي كل يوم هو للأم ولا أظن أن هناك عاقل ينكر مكانة الأم طب كان عندي سؤال تسمحي لي لماذا الجنة تحت أقدام الأمهات رائع جدا هذا الحديث له روايتين رواية طبعا رفضها علمائنا ورواية صحيحة رواية صحيحة أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فسأله ألك أم قال نعم قال إلزمها فإن الجنة تحت قدميها الحقيقة الجنة تحت قدميها للبر وللرحمة ولأنها تعبت طوال هذه الفترة الطويلة حتى رأت هذا الولد شاب رأت هذه البنت فتاة ربما تكون الجنة تحت قدميها لأنها هي التي أنشأت هذا الإنسان الرائع فصار كل فعل طيب في ميزانها وفي صفحتها فإذا كانت راضية رضي الله يكفي ذلك الصحابة الجليل الذي أرى عند الوفاء كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله وكانت لا تستطيع أن تخرج معه لا إله إلا الله فالنبي عليه السلام دعا أمه فوجده عاق بأمه فلما رضيت عنه أمه قال لا إله إلا الله ومات على الإسلام كم ذكر الحديث الذي ذكر الأم ثلاثة مرات والأب أم الأم واحد نعم من أحق الناس بحزن صحبتي أو صحابتي قال أمك ثم من قال أمك قال ثم من قبل ذلك رب العالمين قال وصينا الإنسان بأمه ووصينا الإنسان بوالديه وحملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمين لماذا خص الأم ليش قال حملته أمه مع أنه وصى بالوالدين الأم هي التي ربت كما قلنا الأم التي اعتنت خاصة الأم لمكانتها ولضعفها الأم بحاجة لولدها الأب ربما ليس بحاجة لولدها وأيضا كمان خصوصية الحمل والرضاع والتربية والمتابعة وكذا ما ننكر دور الأب في تنشأة الأسرة فإحنا بهذا اليوم منحي كل رجل جعل من امرأة في هذا الكوكب أم فهي علاقة علاقة شراكة بينهم هما الاثنين فيعني الله يديمه ويحفظ كل الأمهات والأباء الله أمين وهاي دعوة مننا من رضو نرجع كمان مرة أنه لا تبخلوا على أمهاتكم في الحب والرضا والصلاة في هذا اليوم وخلوه يكون كل يوم يعني إذا عندكم قدرة مادية يكون عندكم كل هذا اليوم يوم أم فما في حاجة على ذلك ما بدها قدرة مادية يعني هي كلمة حلوة بتعامل معها يوميا كلمة حلوة نعم مش بحاجة لا 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 متفقدها يوميا وقلب الأم هو أحن ربما يعني هو أحن مما يتصور أي إنسان آخر مية بالمئة وكل أم تسمعوني هي تدرك معنى الحنان وتدرك معنى الحب الذي تهويه في قلبها دكتور حضيفة بدير محاضر في كلية الشريعة في جماعة النجاح الوطنية شكرا لإلك شكرا لإلكم ومنعيد على والدك الله يرضى عليك وعلى الجميع شكرا لإلكم على الاستضافة وأكيد بنعيد على الجميع على والدتي لأكيد بتسمعني الآن ولكل أمهاتنا أمهات المسلمين جميعا أمهات الشهداء كما مرة أخرى أمهات الأسرة أمهاتنا الفلسطينيات على هذه الأرض المباهرة يا رب شكرا جزيزي يسعد صباحا شكرا جزيزي شكرا جزيزي